ازدحام مروري يتسبب بتأخير المواطنين لمدة ساعة يومياً بسبب استفاف وسائل النقل العام بشكل عشوائي في منطقة القصر شمال الكرك ما يزيد من خطر وقوع حوادث مرورية المزيد من التفاصيل في التقرير التالي استفاف عشوائي للباصات العمومية على الطريق العامة والرئيسية في منطقة القصر شمالية محافظة الكرك وافتقار لوجود مكان مخصص للاستفاف بالإضافة لأزمة مرورية تسببها هذه الازدحامات بين وسائل النقل وازدحام الركاب المنتظرين أهالي منطقة القصر يشكون باستمرار من هذه المشكلة التي تؤخرهم يومياً لمدة تزيد عن الساعة فقد تتجمع هذه الباصات على مثلث تربية لواء القصر ما يتسبب بازدحامات مرورية وحوادث بين السيارات أيضاً الباصات حضورة في منطقة القصر يعني دائماً هذا محل منهم طلعنا ونحن نرى المحل لا يوجد مجاوبة إلى الكراجة التي يوقف فيها أو منطقة يوقف فيها التي تعدى المرور هذا هذا شارع لا يصبح توقف فيه يجب أن يوقف إلى المصرف أو المحافظة يوقف إلى المحل وصفن به وركب الناس وذهب إلى الكراجة بالنادي المسؤولين وجميع المختصين بهذا الشأن محاولة الوقوف على هذا الشأن الذي أصبح عبارة عن ظاهرة خطيرة جداً وفي السياق ذاته أكد عدد من أصحاب الباصات العاملة عن تعذر وجود أماكن اصطفاف ملائمة وهذا ما يشكل خطراً عليهم على الركاب مطالبين الجهة المعنية بضرورة إيجاد أماكن اصطفاف مضيفين بأن الطريق يعد مدخلاً لكافة مناطق شمال الكرك ويسلكه عدد كبير من المواطنين يومياً متصرف لواء القصر بدوره أكد أن المتصرفية وبالتنسيق مع المجلس البلدي السابق ناقشت الموضوع لاستئجار أرض مخصصة للاصطفاف إلا أن حل المجالس البلدية أبقى المشكلة على حالها نصقنا مع رئيس البلدية ومع الرئيس اللجنة على أساس إيجاد مجمع للباصات في اللواء هذا المجمع هو اللي راح يحل 70 إلى 80% من المشكلة تستير باللواء يعني موضوع أن الشوارع ضيقة صحيح الشوارع ضيقة لكن احنا بالتعاون مع أخواننا بالبلدية وجدنا شوارع بديلة لكن الحل الأمثل وجود مجمع للباصات في لواء القصر آملين أن تطرح نتائج الانتخابات البلدية القادمة ثماراً إيجابية تسرع في حل هذه المشكلة ترجمة نانسي قنقر